المنتخب الجزائري أو منتخب الخضر خسر على أرضه أمام جينيا كوناكري يوم وأمس بنتيجة اثنين مقابل واحدة. ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. هذه الخسارة أثارت غضبا كبيرا لدى جزائريين وتساؤلات عن الأسباب. في ملعب نيلسون ماندلا بمنطقة براقي لعب الخضر مباراتهم الأولى أمام جينيا. وقبل المباراة أجرى المنتخب الوطني الجزائري استعداداته. وقام بتدريبات في المركز التقني الوطني بسيدي موسى في العاصمة استعدادا لمواجهة جينيا. كان اللاعبون يأملون بتحقيق الفوز في مباراتهم الأولى لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى منديالي 2026. تحت قيادة المدرب الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش. بعد توليه المسئولية خلفا لجمال بالماضي في مارس الماضي. الفريق كان متحمسا ومستعدا لخوض المباراة أمام جينيا كونعكري. لكن النتيجة فاجأت الكثيرين. البعض رأى أنه من الخطأ. يستبعد المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. لاعبين أثبتوا قدرتهم على التسجيل والمساهمة في الفوز. كرياض محرز ويوسف بلايلي. ليتعرض بيتكوفيتش لانتقادات حادة في أول مباراة رسمية له مع الخضر. اللاعب الدولي رياض محرز الذي يلعب حاليا مع فريق جدة السعودي. مثلا هو أكد عبر حسابي على منصة أكس أنه لم يتلقى أي اتصالات من مدرب الخضر أو من اتحاد الكرة. فيما قال المدرب أن محرز وعده بإخباره في حال رغبته في الانضمام لتصفيات المونديال في مكالمة جرت بينهما في شهر مارس الماضي. أما بلايلي الذي يلعب مع مولودية الجزائر والذي يتفق الخبراء على أدائه الجيد. فقد حضر المباراة يوم أمس لكن ليس على أرض الميدان بل مع الجمهور. وفوجئ المتابعون أنه لم يشارك في المباراة. المدرب البوسني كان وصفه قبل ذلك بأنه لاعب غير منضبط. مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش أرجع الهزيمة أمام غينيا للأخطاء الدفاعية الفردية. وصرح في ندوته الصحفية بعد المباراة. في كل مرة لاعبنا بسرعة أكبر على الأجنحة. شكلنا خطورة على المنافس. وللأسف قد ضيعنا فرصا محققة للتهديف وأضاف. للأسف تلقينا مجددا هدفين من تزديدتين بسبب أخطاء فردية. رغم أنني تحدثت مع اللاعبين حول هذه الأمور. أما المدرب الغيني كابا دياورارا فقد عبر عن سعادته بنجاح فريقي طبعا أمام منتخب قوي مثل الجزائر بحسب وصفه. الغضب الشعبي عكسات التعليقات لنقرأ البعض منها. مثلا المعلق الرياضي الشحير حفيظ دراجي هذا مقالة حفيظ دراجي. لو تعمد لاعبون منتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير للاستغراب وعلامات الاستفهام. تدوين من يونس يقول لن نذهب إلى كأس العالم بهذه الاتحادية التي تصفي حسابات مع بعض اللاعبين مثل محرز وبلايلي. أما تدوينة أحمد شيء غريب في منتخب الجزائر بالرغم من اسمائه اللا أميعة وهو بطل أفريقيا 2019 يحصل فيه هكذا. أما أبو وسيم يا إخوانا ليه الواحد يشوف فقط الجانب السلبي. هم ربحوا مباراتين من قبل وما زالهم في الصدارة رغم الخسارة أمس. خليكم متفاقلين. هذه هي الرياضة. فعلا مثل ما قرأنا في التغريدة الأخيرة. فخسارة يوم أمس هي الأولى للجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026. حيث تغلبت سابقا على كل من الصومال ومزنبيق. وبرغم الخسارة أمام غينيا. لكن لا أن الخضر ما زالوا يتصدرون المجموعة السابعة برصيد ستة نقاط. في حين رفع منتخب غينيا رصيده لستة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الصدارة. ترجمة نانسي قنقر